سيدنا بدي بلش مع حضرتك كنت عم بتقلي قبل التصوير انه انت رفقت رسالة سات سيفن من البداية صحيح فيك تخبرنا شوية صغيري هيك عن خبرتك مع سات سيفن أول شي سمح لي هني لاني سريتا بهالمنصب شكرا سيد الرفيع جدا والمهم جدا والمنصب اللي محضرة حالة لألو ريتا رفقت هالعمل هيدا تقريبا من أوله وتخصصت يعني عندها باكراوند علمي كتير متطور بهالموضوع هيدا وعند الروحانية هاللي بتخليها وبتأهلها انها تكون بهالموقع بهالمجموعة القنوات هاللي إلى تأثير كتير كبير روحي روحي بمنطقة شر الأوسط وأبعد شل هيك ما بده بس تهيئة تقنية ولكن بده تهيئة روحية لأنه في الشكل وفي المضمون طبعا نحن نحن التهيئة هي أولا روحية لأنه التقني كله هو في خدمة الروحي نعم نحن نحن أنا بهمني كمان من خلال ريتا وصل تقديري الكبير لدكتور تيري أسكوت اللي هو مؤسس هالمجموعة هاي دي وأنا كان إلي شرف من أول أن ألتقيت فيه من فوق العشرين سنة بأبروس كنت أنا وقتها بمجلس كنية الشر الأوسط بالأمانية العامة وقتها إجا عرض هالمشروع علينا وكان فيه تردد من قبل الكنيس التقليدية بالشرق إنه هالشخص البروتستانتي هاللي جاي من إنجليترا لهون مش معروشه جاي يعمل نعم بالوقت هاللي هو كان عم بيقول أنا بخدمة المنطقة بخدمة البشارة بها المنطقة وحاسس إنه ربنا عم بيدعيني حتى أقوم بعمل بها المنطقة ما هذا وكله ولا مرة حسيت إنه تاري كان متردد أو وقف قدام صعوبة من الأول قرر يمشي وشوي شوي وباحترام كبير للأوضاع المحلية وللناس وللأفكار هاللي كنا نقدم له إياها كناس المثلية يعني كناس في في القبطة في المارونة في في يعني اليوم فينا نقول إنه سات سافن منا متل ما معروف عنا أو متل ما آخدين فكرة عنا أنه هي قناة إنجيلية ولكن هي قناة قناة مسيحية مسيحية مسكنية مسكنية من فتحة هم الوحيد أنه توصل كلمة يسوع المسيح للناس هاللي بحاجة إنهم يسمعوا ريتا بديكي تحكينا اليوم بما أنك أنت هلأ إذا بدك بموقع مسئولية كبيرة لماذا أنتوا بسات سافن يعني وعيين بعدكم على دور هالرسالة إنه هايدي قناة عندها رسالة خبرنا شوية صغيرة الناس هكي يحسوا حالا أنه داخلين بقلب هجة وهيدا رسالة سات سابن من البداية أو سات سابعة من البداية إنه تشتغل مع الكنيسة المحلية يعني نحنا لو كان تاري أسكت هو شخص أجنبي إذا بتشوف مرته متزوج ومرته بتعمل هايكونات بترسموا الكنيسة المارونية بحب الشرق الأوسط تركوا كل شيء صلوا 45 سنة عايش في الشرق الأوسط ترك إنجلترا ترك كل شيء جاء كمرسل بس الحلو بها الارسلية اللي هي بفكره بقلبه إنه ما بيشتغل وحده يعني مش أنا جاي من فوق وأنا إنجليزي وأنا وستنر وأنا جاي تبيعكم شو شو الكنيسة البرا بتآمن إجا وجرّب يشتغل مع الكنيسة المحلية وهيدي باختصار رسالة سات سابن هي تقدم عمل المسيح الكامل متل ما بتقول بالبروغرام من خلال الكنيسة المحلية من خلال أشخاص مثلكم وأشخاص كمان متنوعين من غيركنيس بس أدام لك رسالة المحبة رسالة السلام رسالة التعايش المشترك ورسالة خلاص دفع يسوع ثمن غالي عليها هي دمه هلو فهذه هي رسالة هلأ علمنا العربي والشرق الأوسط في كمان تركيا وإيران إذا منتطلع حوالينا منشوف أنه في أقليات أنا ما بحب كثير شوية الأقليات لأنه لو كنا لي الأوقات نعمل مفهولك النوعي أهم من الكاملية أكيد نعم فمنتطلع منشوف أنه كمان في عنا بتركيا نسبة مسيحيين يمكن قليلة بس بعدها تستيهل وبإيران كمان وإذا من مئة سنة لحديث هلأ بعد عنا تقريباً عشرين مليون مسيحي إذا حسبنا إيران وتركيا عايشين كنيسة حية عايشة هلأ بالشرق الأوسط في محلات ما فينا حتى ما عندهم القدرة يمكن يروح ويصلوا نحن هون مباركين باللبنان على كل زاوية في عنا كنيسة حتى أنا عايشة بقبرس على كل زاوية في كنيسة بس تروح محلات حتى لو في كنايز الناس بتخاف تدهر الناس الناس بتخاف تروح تصلي يمكن ما في أمن عراق وسوريا وهالمناطق كلها والشي المنسمعوا منهم الفيدباك المنسمعوا منهم سات سافن هي كنيسة ببيتنا حلو كتير ووقت لنا شو هني هالأربع محطات سات سابن أرابيك للعرابي للعرابي سات سابن كيدز أربع وعشرين ساعة للأولاد للأولاد حلو كتير سات سابن ترك لي هي باللغة تركية اللغة تركية وست سابن بارز باللغة الفارسية الفارسية بتبس برامج باللغة الفارسية أربع عشرين ساعة لأربع عشر ساعة حلو كتير حلو كتير نجرب بس نعطي الرجاء للناس اللي ما عندها رجاء نقدر نعطي المحبة للناس اللي نفقدت المحبة ونوصل صوت الكنيسة المحلية للعالم كله ولو كان عالم مش مسيحي كتير مني برنامجك أبونا هلا أصلا الوثيقة اللي مضي علي قديسة البابا مع شيخ الأزهر بتقول أنه لازم حتى لأخواننا الإسلام نتعرف على بعضنا ويمكن هايلي الطريقة يتعرفوا علينا ويتعرفوا على مضمون إيماننا كمان كتير مني ريتا شو كنتي عم بتقولي عن البرنامج لا أنا كنت ما بعرف لنسيتني لا يمكن أن تحكيت أنه على قصة أنه نحنا منوصل لكل الطواقف المسيحية نحنا أغنية بتنوعنا نعم ونحنا مش آخر شي مين معه حقه ومين ما معه حق هذا الحلو الحلو اسمعك وتسمعني أحترمك وتحترمني وهي ده رسالة ستسابة اشتركوا في القناة